السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بيكم في حل اختبر نفسك مادة العلوم بدعوكم لعمل اشتراك أو سبسكرايب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض حل التدريب واحد أكمل ما يأتي تزداد حركة جسيمات المادة عندما نقط حرارة عندما إيه؟ عندما المادة تكتسب حرارة بينما تقل حركة جسيمات المادة عندما نقط حرارة عندما إيه؟ تفقد المادة حرارة اثنين التغير في نقط يؤدي إلى تحول المادة من حالة إلى حالة التغير في الحرارة أو درجة الحرارة يؤدي إلى تحول المادة من حالة إلى حالة أخرى المادة الناتجة من خلط مادتين أو أكثر دون أن تتأثر الخواص الفيزيائية يعني أنا ذخرة مادة أو مادتين مع بعضهم أو أكثر من مادتين والخواص الفيزيائية في الثلاث مواد أو المادتين لما يتحد مادتين مع بعض ويدون مادة جديدة يبقى إذن ده اسمه إيه؟ اسمه مركب يبقى اسمه مركباً من طرق فصل المخليط إيه وإيه؟ التبخر والترشيح السؤال رقم باء طع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية عند خلط الرمل مع الحديد يتكون مخلوط صلب طبعاً الرمل والحديد لما بيتخلطوا مع بعضيهم بيتكونوا له مخلوط صلب هذه العبارة إيه؟ صحيحة يتكون مركب عند خلط الماء مع السكر طبعاً لما بخلط الماء مع السكر هل بيتكون مركب؟ لا طبعاً خطأ ثلاثة تزداد سرعة اهتزاز جسيمات الماء عند وضعها في الفريزر تزداد سرعة اهتزاز جسيمات الماء عند وضعها في الفريزر طبعاً الفريزر يعني كده هوت الماء هيعمل إيه؟ هيبرد فبالتالي تقل المفروض تقل سرعة اهتزاز جسيمات إيه؟ الماء عند وضعها في الفريزر مش تزداد يبقى هذه العبارة ايه خطأ ملح الطعام والخل وعصير الفراولة من المخليط السائلة ملح الطعام طبعا ده صلب الخل سائل عصير الفراولة سائل هنا بيقول من المخليط السائلة طبعا ملح الطعام صلب يبقى ايزا هذه العبارة ايه خطأ عند خلط الموز واللبن معا فإن العصير الناتج أنا بخلط موز مع لبن في الخلط مثلا العصير الناتج تحتفظ فيه كل مادة بخصائصها الفيزيائية طبعاً هذه العبارة صحيحة كل موز بيحتفظ بخصائصه الفيزيائية واللبن بيحتفظ بخصائصه الفيزيائية نستطيع رؤية أي مخلوط بأعيننا بوضوح وتحديد مكوناته لا طبعاً في مخلط زي اللبن أنا لا أستطيع أن أرى مكوناته بأعيننا يبقى إذن هذه العبارة خاطئة نركز في هذا الشكل بيقوله أكمل المخطط التالي هنا هو ده ماء ده إيه؟ ماء السهم جاي كده هو انخفاض درجة الحرارة بيتحول إلى لما الماء ينخفض درجة حرارته ده بيتحول إلى إيه؟ إلى سلج نمش وراء السهم هنا هو هنا هو السلج يتحول إلى ماء يبقى إذن عمل إيه هنا هو اكتساب طاقة اكتساب إيه؟ طاقة فتحول إلى ماء طب هنا هو بيقول لي هنا ركزوا معي الماء تتحول إلى نقط تتحول إلى إيه؟ طبعاً بخار إيه؟ بخار ماء ولما يبقى الطاقة وكده هو طبعاً بكده بتمنى عمل سبسكرايب أو اشتراك إحنا كده حلنا مادة العلوم الوحدة الثانية بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس طبعاً إحنا حلنا صفحة 236 مادة العلوم بتمنى أنكم تكونوا استفدتم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته